اهلا بيكم سنة 5 ابتدائي في الدرس الاول انتصارات بلدنا عبر العصور من الوحدة الثانية لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراس الثاني على قناة العلم والمعرفة من زمان خالص مصر مليانة بالصروات ومن زمان خالص مصر مطمع للأعداء ودايما الأعداء كانوا بيهجموا على مصر ليه؟ اقول لك للاستيلاء على صروات مصر الكثيرة والجيش المصري يعتبر من اقدم جيوش العالم واقوى جيوش العالم ونجح الجيش المصري في تحقيق الكثير والعديد من الانتصارات على الأعداء على مر العصور هندرس في الدرس ده انتصارات الجيش المصري قديما في عصر الدولة القديمة وفي عصر الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة وكمان هندرس اهم المعارك اللي قام بيها الجيش المصري وهندرس انتصارات الجيش المصري حديثا وهنشوف أهم معاهدات السلام اللي قام بيها ملوك ورؤساء مصر تعالوا مع بعض نبدأ الدرس انتصارات الجيش المصري قديما أولا عصر الدولة القديمة أقولك في بداية عهد الأسرة الثالثة مصر تعرضت الهجوم من بعض القبائل فين أقولك على حدود مصر الشمالية الشرقية تحديدا في شبه جزيرة سيناء والكلام ده كان أيام مين؟ أيام الملك زوسر طيب عمل إيه الملك زوسر؟ أقولك قام بتوحيد جيوش أقاليم مصر يعني عمل جيش كبير من مين؟ من أقاليم مصر المختلفة ونظم الجيش واشترى كمان الجيش إيه؟ أحدث الأسلحة وقام على الأعداء دول وعمل إيه؟ ونجح نجح في حدتين رقم واحد صد هجمات الأعداء طيب رقم اتنين حماية أرض شبه جزيرة سيناء يبقى أنا عرفت كم معلومة أقولك ثلاث معلومات إيه هما؟ أقولك في بداية عصر الدول عصر الأسرة السلسة مصر تعرضت لهجوم من الأعداء على حدودها الشمالية الشرقية وتحديدا في سيناء طيب المعلومة التانية أقولك الملك زوسر جهز جيشا قويا من المصريين طيب المعلومة رقم ثلاثة أقولك نجح الجيش المصري في صد هجمات مين؟ هجمات الأعداء وحماية أرض شبه جزيرة سيناء انتصارات الجيش المصري قديما أولا عصر الدولة القديمة أقولك في بداية عهد الأسرة السلسة مصر تعرضت لهجوم من بعض القبائل فين أقولك على حدود مصر الشمالية الشرقية تحديدا في شبه جزيرة سيناء والكلام ده كان أيام مين؟ أيام الملك زوسر طيب عمل إيه الملك زوسر؟ أقولك قام بتوحيد جيوش أقاليم مصر يعني عمل جيش كبير من مين؟ من أقاليم مصر المختلفة ونظم الجيش واشترى كمان الجيش إيه؟ أحدث الأسلحة وقام على الأعداء دول وعمل إيه؟ ونجح نجح في حاتين رقم واحد صد هجمات الأعداء طيب رقم اتنين حماية أرض شبه جزيرة سيناء يبقى أنا عرفت كم معلومة أقولك تلات معلومات إيه هما؟ أقولك في بداية عصر الدول عصر الأسرة السلسة مصر تعرضت لهجوم من الأعداء على حدودها الشمالية الشرقية وتحديدا في سيناء طيب المعلومة التانية أقولك الملك زوسر جهز جيشا قويا من المصريين طيب المعلومة رقم ثلاثة أقولك نجح الجيش المصري في صد هجمات مين؟ هجمات الأعداء وحماية أرض شبه جزيرة سيناء تعالوا نشوف انتصارات الجيش المصري في عصر الدولة الوسطى أقولك في نهاية عصر الدولة الوسطى ابتدت مصر تضعف طيب تضعف ليه؟ أقولك بسبب كسرة الصراعات بين الحكام يعني حكام الأقاليم كانوا يحاربوا بعض عشان مين يتولى على الحكم وكمان بسبب الصراعات على الحكم بين حكام الأقاليم عمت الفوضى والاضطرابات في البلاد وابتدت مصر تعمل إيه؟ تتفكك وتضعف طبعا كل ده أدى إلى تعرض مصر لغزو ناس اسمهم الهكسوس والهكسوس دولا استولوا على حكم مصر كم سنة؟ 150 سنة يعني قرن ونصف من الزمان طيب هم المصريين سابوا الهكسوس يحكمون وخلاص؟ ولا حربوهم؟ أقولك لا فيه واحد اسمه سقن نرع اللي هو والد أحمس طبعا ده عشان يطرد هكسوس من مصر حاول أنه يطردهم لكنه قتلا يبقى سقن نرع عمل إيه؟ قتلا في حربو ضد مين؟ ضد الهكسوس طيب جت الملكة اسمها إياه حتب دي والدة أحمس وزوجة سقن نرع قامت الملكة دي وشجعت ابنها كامس اللي هو أخه أحمس الكبير عشان يحارب الهكسوس ويطردهم من مصر ولكنه قتل أيضا مين؟ أقولك كامس يبقى أنا عندي اتنين قتله اللي هو سقن نرع اللي هو والد أحمس وكامس أخه أحمس إيه؟ الكبير طبعا أحمس تولى الحكم وشجعته أمه اللي هي سقن نرع عشان يعمل إيه؟ عشان يحرر مصر من خطر الهكسوس وفعلا نجح الملك أحمس في تحرير مصر من الهكسوس في نهاية عصر الوسرة 17 عشان كده أطلق على الملك أحمس أقصر من لقب زي إيه مثلا؟ بطل التحرير طارد الهكسوس مؤسس الدولة الحديثة انتصارات الجيش المصري في عصر الدولة الحديثة احنا هنتكلم هنا عن ملكين يعتبروا من أقوى ملوك مصر في عصر الدولة الحديثة منهم أقول لك الملك التحاتمس الثالث والملك رمسيس الثاني نبدأ مع بعض من ملك التحاتمس الثالث الملك التحاتمس الثالث ده قادة 16 حملة عسكرية كام حملة؟ أقول لك 16 حملة عسكرية وهو اللي كان بيقود الحملات بنفسه طيب قادة 16 حملة دولة ليه؟ أقول لك لتأمين حدود مصر يبقى إذن قادة الملك التحاتمس الثالث كام حملة؟ أقول لك 16 حملة عسكرية ليه؟ لتأمين حدود مصر في 16 حملة دولة لم يهزم الجيش المصري خلال المعارك دي طيب عايزين نعرف أشهر المعارك اللي قادها تحاتمس الثالث أقول لك في معركة اسمها معركة ماجدو طيب الأطراف بين مين ومين؟ أقول لك بين الملك التحاتمس الثالث ضد أمراء آسيا بقيادة مين؟ بقيادة أمير قادش يبقى إذن من الطرفين؟ أقول لك الملك أحمس ده طرف ضد مين؟ أقول لك ضد أمراء آسيا بقيادة أمير قادش طيب موقع المعركة فين؟ أقول لك في مدينة اسمها مدينة ماجدو ودي موجودة فين؟ موجودة في فلسطين حاليا طيب ايه اللي حصل مع الملك تحوتموس السالس؟ اقول لك فاجأ الملك تحوتموس السالس العدو اللي هم مين؟ اللي هم عمراء آسيا بقيادة أمير قادش بس فاجأهم بايه؟ بتخطيط عسكري غير متوقع يعني ما كانوش متوقعين انه هو هيج من المنطقة دي طيب ايه هي او ايه هو التخطيط العسكري الغير متوقع؟ اقول لك اختار الملك تحوتموس السالس انه هو يدخل مدينة ماجده من اقصر الطرق واقصرها خطورة وصعوبة ما كانوش متوقعين انه هو هيجي من الطريق دي فاين اللي حصل؟ اقول لك تفرقت صفوف العدو وحصرهم الملك تحوتموس السالس حتى الاستسلام لغاية ما عملوا ايه؟ استسلموا ما قدروش يحاربوا الجيش المصري بقيادة الملك تحوتموس السالس طيب ايه هي النتائج المترتبة على معركة ماجده؟ اقول لك انتصار الجيش المصري تاني ملك اللي هو الملك رمسيس الثاني وده يتبع عصرة دولة الحديثة وطبعا الملك رمسيس الثاني ده خاض الكثير من المعارك ضد الحيثيين يبا الملك رمسيس الثاني خاض الكثير من المعارك ضد مين؟ اقول لك ضد الحيثيين طب ليه؟ ايه السبب ان الملك رمسيس الثاني قام بالكثير من المعارك ضدهم؟ اقول لك لان طبعا الامبراطورية المصرية كانت واسعة كانت كبيرة جدا فجوم الحيسيين استولوا على بعض المناطق في الامبراطورية المصرية فالملك رمسيس الثاني عمل ايه قام بإعداد جيش وراه عمل ايه وراه حارب الحيسيين طيب احنا عايزين اشهر معركة بين رمسيس الثاني والحيسيين اقول لك معركة قادش يبا اذا نشوف الاطراف مين ومين اقول لك الملك رمسيس الثاني ضد مين ضد الحيسيين طيب الموقع فين اقول لك في مدينة قادش بسوريا حاليا طيب ايه هي النتائج المتلتبة على معركة قادش اول حاجة طبعا هزيمة الحيسيين امام مين امام الملك رمسيس الثاني الحاجة التانية النتيجة التانية اللي هي توقيع الملك رمسيس الثاني اول معاهدة السلام في التاريخ مع ملك الحيسيين يبقى اذا في معاهدة سلام وتعتبر اول معاهدة سلام في التاريخ اللي هي بين مين ومين أقول لك بين الملك رمسيس الثاني وملك الحيسيين انتصارات الجيش المصري حديثا إحنا درسنا انتصارات الجيش المصري إيه قديما هندرس دلوقتي انتصارات الجيش المصري حديثا طبعا أحدث حرب دخلتها مصر في العصر الحديث أقول لك حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 وتعتبر من أهم الحروب التي خاضتها مصر في القرن العشرين طيب عايزين نعرف الأطراف مين ومين أقول لك مصر ضد إسرائيل طيب القائد المصري اللي هو كان موجود بيحكم مصر في التوقيت ده أقول لك الرئيس الراحل محمد أنور السادس طيب عايزين نعرف إيه سبب حرب أكتوبر 1973 أقول لك لتحرير أرض سيناء من الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كانت محتلة أرض سيناء فطبعا الجيش المصري بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادس أبى الهزيمة رفض الهزيمة رفض الاحتلال الإسرائيلي أنه يكون متواجد على أرض مصرية أو على أرض سيناء فعمل إيه قام بحرب السادس من أكتوبر سنة 1973 طيب عايزين نعرف الخطة العسكرية عمل إيه الجيش المصري عمل إيه عشان يهزم إسرائيل أقول لك فجأة الجيش المصري العالم أجمع كل العالم ما كانش متوقع أن الجيش المصري هيعمل إيه هيحارب إسرائيل فعمل إيه الجيش المصري أقول لك قام بعبور قناة السويس وتدمير خط برليف والكلام ده كله حصل في قده في ست ساعات فقط طيب إيه هي النتائج المترتبة على حرب السادس من أكتوبر 1973 أقول لك هزيمة الجيش الإسرائيلي ده أول حاجة النتائجة التانية أقول لك توقيع معاهدة السلام سنة 1979 ده بالنسبة لمن لنتائج حرب السادس من أكتوبر 1973 مصر وتحقيق السلام عبر العصور إحنا عارفين أن مصر دولة سلام دولة تريد السلام مع جميع دول العالم ومصر تساهم دائما في تحقيق السلام لها وللعالم من خلال مين أقول لك معاهدات السلام طيب إحنا درسنا معاهدتين سلام أول معادة اللي هي قديما مع مين أقول لك معاهدت السلام اللعقتها الملك رمزيس الثاني مع مالك الحسين طيب إيه هي نتيجة معاهدة السلام اللعقتها الملك رمزيس الثاني مع مالك الحسين أقول لك ساعدت على تحقيق الأمن والاستقرار لمين؟ للطرفين من هما الطرفين؟ أقول لك المصريين والحسيين طيب في معاهدة السلام طبعا عقدت في العصر الحديث اللي هي مع مين؟ أقول لك بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع إسرائيل طيب إيه نتيجة معاهدة السلام اللي بيننا وبين إسرائيل؟ أقول لك استفادت أو استعادت مصر بموجة بمعاهدة السلام أرض سيناء يبقى بموجة بمعاهدة السلام أرض سيناء حصل لها إيه؟ رجعت مرة تاني إلى مين؟ إلى مصر طيب أهمية تحقيق السلام السلام ده مهم عشان يكون موجود؟ آه طبعا طب مهم بالنسبة للدول؟ أكيد طب إزاي؟ أقول لك بالنسبة لمصر استطاعت التركيز على مشروعات التنمية وتحسين حياة المصريين بدلا من إنفاق موارد الدولة على مين؟ على الحروب لأن إحنا طبعا عايزين نشتري أسلحة وعايزين نشتري معدات تمام؟ لا إحنا الفلوس اللي إحنا بنشتري بها أسلحة ومعدات بنعمل إيه؟ بنبني بيها مصانع وده طبعا يعتبر من ضمن أهمية تحقيق السلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمصر بكده حبيب قلبي ننتهي من شرح الدرس الأول انتصارات بلدنا عبر الرسول بتمنى وبدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكسلكم كل جديد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر